عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله يارب تكونوا بكلكم بخير وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة اليوم ارجعت لكم فيديو جديد ديجا الفيديو هذية قعدتكم بيه وكي ما ريتوا في اخر ديجا فيديوها بطهولكم خليتون يعني في حيثة مازلت يعني في حصة الدهن والكل واخيرا انفان كملت كي ما ريتوا في اول فيديو ديجا النهاية حسيلوا محبتكم الشكية ما خليكم تشوقين وتتفرجوا على الفيديو كيفاش كانت الرزلتا صورتلكم ديجا كل شي بيان ديطاية في اول الفيديو قولولي في كومنتر شنو ارايكم هكاية حسيتو فيما تغيير ولا يعجبكم الدكور الجديدة اللي عملتو حاجات هكاية على افكاري اكيد المتواضعة وانتو ما بينسير في كومنتر نستنى تعليقاتكم واعجبكم يعني الدكور جديد والدهن جديد وحسيتو كيفما تغيير ولا لا حسيلوا اكيد اقبل ما نبدأ في الفيديو بينسير الرحبة بالمتابعين جددة لدخلت معايا في القناة مرحبي بكم نورتوني على الاخر واعيشكم على دعمكم لي وعلى كلمكم الميزيين واللي تتبعوا فيه من اقبل بالحق محله كلمكم محله تشجيعكم محله كومنتراتكم ان شاء الله ربي يحل ايامكم وربي يعطيكم ما تتمنى كلمكم بالحق يشرف على الاخر ما شاء الله يعني بالحق فخر فخر كبير انك ما تلقاش حتى كومنتر نيجاتيف الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا لقبول ومحابة الرسول للناس الكل كما ريتو ديجا بعد 3 ايام يعني ديجا حست الدون ميشي سهلة حتى تارف التنظيف لليوم اللي نصوركم فيه الفيديو هاذايا قاعدة هكي نمسح خطر تعرفوا يعني الدهين يخلي يعني البقايا يعني بلايس هكي في كل بلاسة ما يتنحاش فاصلما دونك قاعدت هكي نهار لولو ثاني وثاني كل مرة ما حابتش نفرش الدار اللي من يتأكد اللي هي انضافت كومبليتمون وتزادها في نفس الوقت حابيت هكي نصور معاكم ونواريكم يعني كل شي بين ديطايي حاسي نحيت الكلير اللي كان يعني في السالة كي ماريتو الحيت اللي مقابل كان في الروز نحيت الكل وحابيت هكي نعمل حاجة كلير حابيت هكي حاسيت الحقيقة دار اذ وقت بنسبة ذوقي اين تحسوا هكي سبحان الله حتى ندخل من المدخل من الدار نحس فما هكي تغييري كبير نحس دار اذ وقت في عيني وما نعرش انتم وقلولي بذوقكم في الكومنتارات في الفيديو اللي فات كتبتولي قلتولي فما شكن قالي اعمل في الجري فما شكن قالي اعمل في البيج في الكلاير حاسي لو كل حد اكي دوراي واما ايني الحقيقة حابيت هكيه بحكم ايني عندي ديكوراسيون هكيه ضاوي وديكوري اللي عملته الكل في الدوراي دونك حابيت نعمل في البلون بش الحاجة اللي نعملها تظهر يعني والحاجات هذو ما اللي بشتروني يعني دجا شفتوا يعني في الويديو كفاش كاملة يعني مجهزة الريدوات والاغلافات متع الديفونات والزربية والكل راني جبته من تونس كل عام نروح لتونس لحقيقة فما برش حاجات يعجبوني بالحق بلدنا فيها بارش حاجات ياسر مزياني جبت من تونس وحابيت هكيه نعمل حاجة بحكم توجيه المولد هكيه مولد نبوي الشريف والكل وسبحان الله ديما نحب هكيه في المناسباتنا نحتفل لحقيقة نعمل ديكور هكيه ونبدأ شيخا وكل حاجة نعطيها قيمتها ديجا اللي تابعوا فيه من أقبل في رمضان ريتوني يعني ما شاء الله كيفيه شفوا الله المولد اللي فات كل شيء نعمل له قيمة يعني حاسيلوا وجاي كل شيء مقابل بعض ديجا المولد ما عاد ما ما زال ان شاء الله يا ربي يجيبوا على خير وان شاء الله مبروك عليكم وعلينا وعلى أم الإسلامية لكل حاسيلوا حاجة أخرى زيدا نحب نقولها تعزينا الحارة لإخواننا في المغرب ان شاء الله ربي يرحمهم اللي توفاوا وان شاء الله ربي زيل عليهم الغمة بالحق نعرف برشا متابعين ديجا يتبعوا فيه ويكتبوا لي ديما من المغرب ان شاء الله هذي حد الباس وان شاء الله ربي كي ما قوليها يلطف بنا وفي ليبيا زيدا ان شاء الله ربي هذي بالحق حد الباس وبالحق شيء يوجع القلب على اللخر اخواننا يعني خاصة الليبيا قريبة والمغرب بالحق شيء يأسف على اللخر ان شاء الله ربي يفرجها عليهم وربي يرحم الناس اللي توفات ان شاء الله هذي اخي الاحزان يا ربي ادعيو لهم الناس كل اكيد الناس كل يعني تتفرجوا قاعدين تشوفوا في الاخر الاخبار وكل ان شاء الله يا ربي ما عادش نسمو حتى حاجة خايبة وسبحان الله هذي كلم كتب ربي وذي كلم قدر ورب يلطف بنا الناس الكل حاسي كي ما ترأوا بدينا بالريدوات اقولوا ليشنو عليكم اكي نحس حتى الريدوات زيدا اعطاوا ايباقة هكاية للدار يعني كنت عاملة في الجري كانت غامقة شوية هكاية دار حابت انفتح شوية وعجبوني الحقيقة كيف ركبتهم حاسيت هكاية فما حاجة هكاية فما اشراقة يعني جديدة في الدار دونك الريدوات خياتهم يبينسير يعني على هذي المزير يعني من هنا قسط يعني لقياس وخياتهم يعني اخترت اني لقماش وخياتهم يعني في نهار كهوكو معناها كيف مشيت للسوق اخترت لقماش اللي يعني شرت منو قال لي في نهار نحاضرهم لك يعني من با ما زالوا لي النهارين بش الروح على اساس بش نقام حاضرين كي ما قيتش يعني ردوات حاضرين دونك قالي نخياتلك يعني قالي ما فماش حتى مشكل لحقيقة خياتهم لي وكان يعني على قد كلمته في السوق المهدية وجبهم لي الباب الدار يرحم والديه بالحق بكلمته وماشاء الله جين كي منحب ايني يعني لقماش اللي اخترتوا ايني القياس زادة كما ترى وصور مزير يعني بالضبط لا زيدين ولا نقصين وعجبوني كيف ركبتهم اكاية حسيتهم اعطوا اي ذا ام زيانة للدار وانتو ما بينصير قولولي يعني اكيد كل حد رايه والاذواق تختلف كل حده كيفاش تذوقه وكل حد يعني الحاجة اللي هكاية تحلاله سبحان الله اما اني نحب التغيير يعني كل مرة نعمل حاجة هكاية جديدة وكل مرة نبدل يعني نرجم حتى هكاية كي يظهر لي نحب نبدل يعني نرجع لردوات اللي كانو مو مش خايبين كمام اما هكاية التغيير باهي ما فيها باس حسيلو لا اله الله محمد رسول الله نحيت هكاية الغلافات متعلم خادد بويس كي يصف كي يتعد عليهم مدار كنت مش مسكرة راجل في ايطاليا اما كمام يعني دي ما مش كي ما انضافت الراجل كي ما انضافت المرأة بدلت الغلافات حاجات حسيلو شريتهم جدد حاجات ديجا عندي ما قبل بزهر زيدة اول ما جيت لإيطاليا نهائرين ولا ثلاثة وفما مجازان هكاية تشينيزي اكي تعرفوا يعني شنوا اللي في ايطاليا الكل تعرفوا تشينيزي فما يعني مجازان باش تسكر يعني باش يسكر المجازان هذيك عمل كل شي ساكونت بورسان الحقيقة فرصة مش نرمال بلاي ايني بحكم يعني مغرومة هيكاية بالديكوراسيون والكل نلقى فيه برشة حاجات وقتها كنت مزروبة روحت من الخدمة ما صورت لكم مش اما خذت منو برشة حاجات يسر مزينين كسو سواء للكو جينا وإلى للدار يعني وكل حاسي لو كها رحمة بالحق رحمة كتلقى هكاية فرصة خمسين في المية فرصة غير عادية يعني مفللت تايش خذت برشة حاجات ذا للحمام للسالة الغلافات هذي كنتعلم خدات اخذتهم منهم اكثر حاجات اخذتهم من الكو جينا الحقيقة حاجات اللي لقيتم بحكم يعني كيف نلقاه فرصة كيفكة برشة عباد يعني وحاجات يتهزوا فيسا فيسا اما الحاجات اللي حقت عليهم خذت حكاية حسيتهم يعني رخاص عاللخر برابور يعني اسواء من العادية تعرفوا سا كنت مرصوم ومشو شوية يعني سفا وطاق قعدين تراوى في غلافات اللي جبتهم زادة من تونس قماش طيارة 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 عاللخر بالحق راه ومش نور ما اكيد تعرفوه اللي تعيشوا في تونس كل خطر ولا ومتوفرين بارتو خذتهم ايني لحقيقة من قصر هلال وجاوني الباب الدار عملتو مصير كومونت ما اخذتهم يعني من مدبو الكبير كما نقولو حسينو منين يصنع فيهم يعني من المصنع الكبير متاحهم الكليري اخترتوا ايني بحكم عندي صغار نكونت النجم ناخه في الباج اما الباج ميساعدنيش بحكم ولايدي مازالو صغار خاصة بنتي صغيرة وكل دونك ميساعدونيش في الباج بشتماس خولي ولكل خذتهم في الجري كما كولير السعلى يعني اما فيهم هكاية اللقاء هكاية كيف الدوري الزينة هذي كالفلوستوك الحرج اعطاهم هكاية اكلام مزيان وخرجون شوية على الريدوات بالحق عجبوني كاليتي طيارة على اللخر ستقوني ندمتا لما خذتش الدوبل وما خذتش كولير اخر اما شاء الله كان روحت كيف اجتي ولا روح راجلي ولا حاجة نزيد نوصي على كعبات اخرين خذتها ثلاثة كعبات المزيور يعني كبارة على اللخر ظاهر لي زوز على ثلاثة زوز مترو على ثلاثة مترو كاليتي حاسب هكاية ما شفتها بالحق وطوم حلا هيسر كي يرتب وحنينات على اللخر ام بليس مهم شخشين يعني تصفع متى التقصة داي ويساعد وزيدها في الشتاء اكا واخر حاجة اتابيها بيا مهيش ذربية هي كل مرقوم ستيل مرقوم زاد عجبني على اللخر اخذتها من سوق المهدية بالحق عجبني فيه برشة الوين هكاية ام بليس سيراني مركزة على الحاجات الغامقة ديما على خطر الزغارة خطر مذبية ديما نحب حاجة فاتحة اما مدام عندي بنتي صغيرة وولادي وكل دونك مذبية ديما نهرب للكلير الغامق على خطر باللي بيش نستحفظه الصغار لازم يمصخوا زيد يعني معندي شواني مش من نوعك الهكاية نبدأ مركزة برشة مع الصغار يعني سبحان الله ينجموا يعني يأكلوا في السالة ينجموا وحبوا يتفرجوا على تلفزة نجمش يعني تلعب ساعات هكاية تبدأ حاجة فيدها تكلفاها بش تمشي وتمصخلي ديما نهرب لللون الغامق وفي نفس الوقت مهاشي خايبة هكاية ستيلها مركوم يعني ستيل هكاية عربي وكل ياسر ميزيانة شغط عليها بالنسبة لي اينيو كاليتي تحفون على الاخر وصومها برابور يعني كهي كبرها وكل ريزو نابل على الاخر تحفون يعني سومها عجبني برشة حاسيلو اكيد في تونس يعني فما موجودين بارتو ومرقوم خفيف بحكم ما زالت الدنيا سخونة يا حي يعني لشتي نفرج ضربتي الكبيرة متاع الصالة ارزينة عندي الحقيقة وكل هذاك اللي خلاني ناخل مرقوم هذايا خفافي متاع فيسا فيسا كي ننفطو فيسا ونرجعو خفيف كي ماريتو يعني حاسيلو رجعت دجا بيت الفطور كانت يعني ما كانتش هكاية بيت الفطور لكوان هذايا كنت عملته بالمقلوب يعني حبيته كي نبدل شوية وسعت يعني من نحيتك الشارجة ذاك اللي كان الكل اللي كوان متاع الكافي حاولته كي ماريتو حطيته بجنب التلفزة خليت هكاية كان بيت الفطور ولطاو ما سهلش ربي بش ناخوة اجنتياري كي نحط فيها عندي برشا معون بش خرجني من الدار ولطاو ما نيش ملقيتش يعني مش ملقيتش وفي نفس الوقت نحب على حاجة على ستيل معين وما زلت ملقيتوش وفي نفس الوقت نيش قاعد اللوج لحقيقة تو ان شاء الله اول هكاية من تفاضى وتتفاضى الخدمة شوية انو اللي نهبت هكاية ونشوف نقاش اجنتياري هكاية نحطها مع بيت الفطور حاستها ناقصة يعني بحكم يعني بيت الفطور هكاية حطيتها سيباري وبلاصتها واسعة ونرجو منحط يعني عندي حيت هكاية فارغ بورلي ما مو عملت هكا الديكوراسيون هاذاك اللي ريتو في الحيت وان شاء الله كان بيانتو يعني ان شاء الله نقرب رمضان وإلا كان واتيت وإلا كان لقيت نعمل اجنتياري هاذية ديجا السالة فيني يعني ديجا تفرجتو يعني وريتو في اول من مريتو يعني كل شي هيكاية كفاش كامل وكل رجعت يعني تلفزة هاذيكا في بلاستها كان الكوان كافي يعني حطيتو هيكا بدلتو البلاستها حطيتو بجنا طاولت التلفزة وحبيت انواريكم البرفان هاذية اخذيتها من البطو يعني نهارت اللي رواحت من تونس في البطو يبيعوا فيهم امتاع المغرب يعني اكيد معروفين ديجا تعرفيها عندي قبل وفيت عليها لقديمة واخذيت هاذية عجبتني ريحتها على الاخر فمبارشة رواية حكا مزلتو مجيتوش من تونس وجايين مروحين على البطو تلقوهم في الفريشوب هذا كوان يبيعوا لحاجة هذوم الكل فمبارشة حاجتت على المغاربة فمبارشة يعني دي سرفيس يسر مزيانين وكل اني عجبتني البرفان هاذية اخذيتها بحكم اللي عندي وفيتلي وتختاروا الريحة اللي تحبوا عليها تنجم تشم يعني حاطين ديج وتشم وتختاروا الريحة اللي تحبوا عليها هكا هيكا ديجا نكون وصلت معاكم بريسكا بعد ما كاملت نظفت الدار وبعد ما لميتها اليوم راني صورت لكم الفيديو هذية العشية بعد ما روحت من الخدمة اللي عملتو هذية الكو اللي كيكا عشوية يعني بحكم نخدم الصباح يعني من روحش موخر من الخدمة الروحة ماذي ساعتين هيكا ماذي ساعتين ونص نرتاح شوي وبعد نقوم الداري هذكا هو الريتم بشوي بشوي ان شاء الله طانولي نحكيكم كيفاش منظمة وقتي بين الخدمة والدار وكيفاش يعني سستة ديجا سهل يعني واضحة تراوي يعني في كل شي ماذي ساعتين نكمل الخدمة نروح نجيب بنتي من الكريش ونرتاح شوي وبعد نقوم الداري كان عندي حاجة مش نعمالها وبعد ندخل لعش هي للكوجينة اذاكا هو يريتم تاع رجعوا يقرا ووليدكم زيدة في تونس رجعوا ان شاء الله يا رب بنجحهم وان شاء الله عودة مدرسية ميمونة للجميع رب بفرحكم بصغيراتكم وربي نجح صغيراتنا الكل انا فرحوا بيهم ونشوفهم في اعلى المراتب يا ربي ذاكا الحاجة نتم نتمنى واه نسكل بتبعا نتمنى واه انتوما الواحد سبحان الله راس ميل وصغيراتو ونجري وعليهم وذيك هي متغربين عليهم ومضابين دي مراوهم متوفقين حاسيلو كيما ريتو الديكوراسيون هذكا لو عدت هو لكم في الفيديو اللي قبل هذا ولا اللي قبله حاسيلو الحاجات اللي هدتهم لبنت بلادي وصاحبتي كان دعا منتهم بداية بالحق شخت عليهم على الاخر وحبيتهم هكيا منورين هكيا في الدار كما ترى وعملتهم في فوق بيت الفطور بالحق حاجة مزيين على الاخر صنعتهم ما بداها ان شاء الله ربي بير كلها في صحتها ورب يعطاها كل ما تتمنى ورب يفرحها ان شاء الله حاسيلو وطو كما قلت لكم بما انو صغيرة تراجعوا يعني يقرعوا باش نوليو ديما طو نحتاجه الفطور الصباح للقوتي متاع العشوية باش نبدو ديما حايرين حاسيلو خممت فيكم وحبيت نودكم برسات ساهلة مهلة متاع كابكيك اسهل منها مفهماش تحضر في ساعة في ساعة وبنا مش نرمى اكيد تابعوني للاخر راهي رسات ساهلة على الاخر اكيد مش نفعكم الناس الكل كما تراو طو دخلت للكوجينة ديجا هذو ما الكعبات حذرتهم يعني عشوية الفطور الصباح منو غدوة ديجا كلوا منهم صغار العشية وخليتهم منو غدوة فطور الصباح اول حاجة في صحفة حطيت ثلاثة عظمات عليهم واحدة نورمال موصر شي فانيليا ما ايني ملقيتش عندي فانيليا حطيت فانييا يعني لكيد كيف كيف نفس الحكاية بجيست برشة حاجات نازلوا نقصيني فيكو جينتي ما زلت مش ريتهم ان شاء الله بشوي بشوي نرجع حزيلو اللي نقضي الحاجات النقصين وحطيت مع العظم حطيت السكر بالنسبة للسكر مية وثمانين جرام سكرت نجمة حطة ميتين جرام اما سفا مية وثمانين سفارة هو الحلاوة معتدلة ثلاثة عظمات مية وثمانين جرام سكر ديجا كتبلكم المقادير في اول الفيديو وكملت حطيت الزيت مية وثلاثين ميلي لتر زيت نباتي ديما زيت زيتونة ما نحطوش في القطو خاطت جي قوية وريحتها كي يتبدأ جاوية والكل ماذا بينا ديما زيت نباتي طو بعد مركز كل شي مع بعضو باش نحط الياغورت زيو سقع بيت ياغورت طبيعي من غير السكرة نجمو تستعملوا ياغورت فانيليا اما بالياغورت الطبيعي ديما لقاتوه هيكاي يجي خفيف برشة يعني يجي ياسر هيكاية حاصيلو موالية عالاخر بالنسبة للطبيعي ديما اني نجربته يجيني خير من اي يعني ياغورت يبدأ هيكاية سكرية ولا حاجة حاصيلو ركز كل شي كما تروا تجمو حتي تاخد مها بيديكو ما بفوية عادية كان ما عندكم مش بطور يعني ديما هكاية خاطرني منبدا مزروبة وكل نعمل هكاية في سعب المضرب الكهرباء يعني هي هي الحكاية كان عندكم فوية تاخد مها بالفوية بالليت وطو في اللخر بكل ديما الفارينة نحطها في اللخر 300 جرام فارينة الفارينة تدريجيا بشوية بشوية لنكمله الكمية الكل والخميرة نحطها شي ديما للخميرة ايني نحطها في اللخر زادا اخاتر جربت ديما لخميرة كيف نحطها في اللخر تتفاعل اكثر وديما القاتو يعني جي ناجحة جي عالية 100% يعني ديما لخميرة نحطها اخر حاجة ديجا بعد ما دخلت الفارينة حطيت لخمير هذا القوام ديجا اللي تحصلت عليه كي ما حابش نعريكم ديجا كيفاش مش خافر برشو مهو جاري صفاع يعني كي ما تراو هذا القوام المطلوب وفي نفس الوقت انكم حذرت المول اللي بش نعمل فيها الكبكيك كان ما عندكمش المول هاوية نجمو تستعملوا فما ديجا كيسين حاضرين في تونس يبيعوا فيهم تعملوا فيهم الكبكيك طول طول يعني مغير ما تستحقوش من اللقراتس هذو ما تستحقوش يعني زادا للمول هاوية كان ما عندكمش فما هذو كم زادا كالجيتاب المتاع الكبكيك زاد يبيعوا فيهم فليجرون سر فاسل كلت نجمو تخدموا فيهم حاسينو متحيروش وبش نحط بشوية بشوية نحاولوا الكعبة منا نخليوهاش يعني مليانة برشا ومام توميز مش تكون يعني ناقصة هيكاية مصفاع يعني بش جيكم اكاية كعبة تبدأ هيكاية ما تخرجو الخليط ما يخرجو الكمش للبرة وكل ما تخافوش دونك خليو الكعبة ناقصة شوية يعني الحقيقة جايوني صفاع على اللخ للكعبات الكل جيست فما تلاحة كعبات في اللخ بش نحطنا في مول اخرى خرجوا لي هيكاية شوية بحكم اللي حاتيت برشا وانتم مرضو بالكم ديما حاسينو انكمل الكيكا بنفس الطريقة نعبي الكعبات الكل وماشاء الله الكمية هذية رهيطايح لكم الخير والبركة نورمال مون طايحة لستاش انكعبة يعني ستاش اي ثناش ديجا في البلاتو هذكا ومع الكعبات هذو ما ستاش والسبعتاش انكعبة كيما تراو ديجا الكعبات تعلو لانين عملتهم بالمرتيلي اللي هو نرمال مون العنب البري يقولوا لو حاسينو بالعربي وكعبات عملتهم ببيبي دي شوكولاة كعبة كي شوكولاة تنجمو حتى يعني شوكولاة هكي كان عندكم توها بعض قصة هذي ترونشو صغيرات وكعبات زيانتم بالبيستاش كيما تراو هكي من الفوق هكي رشيت عليهم كعبات بالزوزة وكعبات اخرين حاتيت فيهم كل واحدة تابعة شوكولاة حاسينو تفنوا انتوما والحاجة متوفرة عندكم فدات نجمو تستعمليها ديجا نكون سخنة الفورمتاعي على درجة حرارة 180 ديما من الفوق من اللوطة الفورمتاعي وانتوما يا صفور انتوما حاسب يعني الفورمتاعكم حتيت الكعبات متاعي وبش نخليهم يتيبوا حكاية نص ساعة 35 دقيقة ماكسيموم ديما عسوا عليهم وردوا بالكم يتحرقوا الكمش وهذا ما ديجا الكعبات متاعي بعد ما حضروا بعد ما طابوا بالحق ما نحكي لكم شعر ريحة ريحة الكوجينة طبقت راهم ما شاء الله جايوا نجحين مية في المية كمترا ريحتهم يسر بنينة كل كعبة ابن من نقطة خاصة الكعبات اللي بفيهم الشوكولاتة من داخل بننا 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 مش نرماء فوحين مش نرماء جربوهم تفكروني متأكدة كي مش تجربوهم مش ترحموا لي على والدي تستحقوهم برشة أو لقوتين بتاع صغيراتي كيف نقولكم صدقوني يشتر الكمية تاكلت في عشويتها خاصة نسخانة مش نرماء الموالية عاللخر يضوبوا في الفم هاش نعريكم ديجا كعبة من الداخل كيفاش جاءت وزيدة كعبات اخرين هزيتهم عايا للخدمة متصوروش قد الشيخو عليهم عاللخر عجبوهم برشة مش نرماء بالحق الاذاقم كل طيارة مش نرماء الحسيلو باش نعريكم تاو كعبة هكاية عن قرب كيفاش ما شاء الله يعني طريين برشة يضوبوا في الفم هبية كعبة محشية بالشوكولاتة من الداخل بنا نوصيكم خليهم يبردوا شوي قبل ما تطلعوهم اللي مول متاحهم باش ما تكسروا الكمج وجربوهم وتفكروني هكاية ديجا انكون وصلت معاكم لاخر الفيديو ان شاء الله يارب يكون عجبكم وستمتعتوا كما العادة وخاصة اكيد انتو ما ديجا تقولوا لي تبع فينا الطاقة الايجابية ان شاء الله تكون ديما وصلتكم طاقة الايجابية بسلامة واستناؤوني بإذن الله في فيديو جديد